مين المفروض يعمل سنة تحضرية ومين المفروض ما يعملهاش? وهل ممكن اتفادة سنة تحضرية دي لان هي بتبقى رخمة ومكلفة? هل ممكن اتفادها? واتفادها ازاي? طيب خلينا نبتدي بمعلومات سريعة كده عن السنة التحضرية. اول معلومة محتاج تعرفة عن السنة التحضرية ان هو كل تخصص بيبقى ليه سنة تحضرية شك. يعني لو انت هتدرس طب غير هتدرس هندسة لان كل حاجة من دول ليهم سنة تحضرية خاصة بهم. تاني معلومة محتاج تعرفة ان السنة التحضرية مش لازم تدرس في مكان واحد. يعني مش لازم حتى تدرس في الجامعة اللي انت رايح تدرس فيها. يعني مفرض ان انت هتدرس هندسة في برلين. فانت موقع تعمل سنة التحضرية بتاعتك في هانوفر. دي برضو معلومة لازم تعرفها. مش شرط خالص تبقى في نفس الكلية لان مش كل الجامعات بتقدم سنة تحضرية. تكاليف في السنة التحضرية بتبقى حوالي من مية لاربعمائة لكل سمستر. ودي مش بتبقى بس مصاريف ادارية للجامعة دي بتديك كمان شوية آآ فوايد. زي السمستر تيكت انك بتركب كل المواصلات العامة ببلاش. سواء اوترات او اوتوبيسات او اي مواصلات عامة بتركبها ببلاش. ودي ميزة كبيرة جدا لان المواصلات في المانيا غالية. دراسة السنة التحضرية مش زي التقديم على الجامعات بيبدأ اصير في ايو او شتوي لأ. دراسة السنة التحضرية بتبدأ شتوي بس اللي هو في شهر عشرة بس والتقديم عليها طبعا زي ما قلنا دي بقى بلاها في فترة وبتنتهي في مايو والامتحانات بتبقى في يونيو. طيب بتدرس ايه بقى في السنة التحضرية دي? مبدئيا الدراسة في السنة التحضرية بتبقى كلها بالالماني. فانده محتاج تبقى مزبط الالماني بتاعك. بتدرس ايه بقى في السنة التحضرية دي? بتدرس كميا فيزيا رياضة للغة وعلوم حاسب. طيب احنا بندرس السنة دي ليه? علشان تأهلنا للحياة الجامعية في المانيا او الدراسة الجامعية في المانيا. علشان ما نخشش من سنوية عامة او دنيا تانية لغب دلاشقنا في جامعة في الحيطة. السنة دي بتأهلنا نفسيا ومعنويا وفكريا للجامعة. بالنسبة بقى الموضوع هي صعبة ولا سهلة فهي بتختلف من قدرات واحد لواحد بس الناس اجمعت ان هي حاجة زي السنوية العامة وصعبة خصوصا انك بتدرسها بالالماني وبنتدرس بتخليل في تدرس فيزيا وكيميا ومسعب بالالماني فالموضوع ببه صعب. فنصيحة لو تعرف تتفادها بانك تاخد اول سنة جامعية في بلدك سوى في مصر او في اي بلد عربي تاني خد اول سنة جامعية في كلية في نفس التخصص يعني لو ترايح تدرس في المانيا هندسة خد اول سنة اللي هو اعداد اعداد هندسة اول انت رايح تدرس اي حاجة يعني ما تروحش تاخد لي مسلا تجارة وانت رايح تدرس يعني فعلي بالنوصل كده وبالعقل تاخد اول سنة في الكلية في مصر في نفس التخصص اللي انت رايح تدرسه المانيا علشان يقبالوا ان دي تبقى سنة طاحت الرئيب التقديم على السنة الطاحت الرئيب يبقى زي وزي التقديم على عادي خالص بس ما فيش بالانجليزي ولا بقام لها هي الماني كلها الماني فانت لازم تبقى مزوط الالماني بتاعك واللغة بتاعتك تبقى زي الفل وتمام التمام. في سؤال مهم هنا بقى بيوصلني من الناس اللي هم اه درسين ادبي او درسين حاجة غير صانوية عامة وعايزين مسلا ندرسه هندسة اه في المانيا. هل ينفع يعملوا كده ولا لا? اه ينفع بس ما فيش مفر من السنة التحضيرية. لان الناس دي بتبقاش دراسة كيميا فيزياء الحاجات دي فانت كده كده فرضا عليك لسنة التحضيرية اجباري عليك. فانت بحتاج تجهز نفسك في اللغة. وتروح تمتحن وتجهز الوراق المطلوبة للسنة التحضيرية وتبتدي تقدم علينا اساسك خالص زي الكروسس اللي تقلمنا عليها. هي هي نفس شروط التقديم. بس زي ما قولتلكم بالاضافة الى ان اللغة الالمانية بتبقى انت مضقم فيها. وزيت كمان انك قبل ما بتقدم قبل ما بتتقابل في السنة التحضيرية بيعملوا لك زي كده للرياضة وللوها. الاتنين دول لازم تعملهم. ممكن تعملهم لما توصل المانيا. وممكن تعملهم في مصر في معهد جوتا. في يعني سواء هنا او هنا. ممكن تاخد السنة التحضيرية كلها في معهد جوتا في مصر بس الموضوع مكلف جدا. انا شعب حوالي مية واربين الف. حتى وقتنا ازا مية واربين مية وخفزين الف. فليه يعني? ابو تريكا رايح ياخد شهادة من جوتا? لأ يعني بالعقل المية واربين الف دول لان اروح ادفع اه بس اروح المانيا اعيش هناك احسن في ودرس هناك والتعامل حتى مع الناس في الشارع يعني هعرف اللغة بتاعتي تتطور اصرع لان في مصر ومارسة اللغة شمح مستحيلة. مش بقولي ان هنا في المانيا هتعرف تمارس اللغة لان الشعب الالماني انت واقف طبعه بس خليني اقولي ان هنا هتقدر اكتر اه تمارس الالماني بتاعك اكتر من الناصر. يا رب نكون فهمنا ايه هي السنة التحضرية وعرفنا بنقدم عليها ازاي ومين له حق في السنة التحضرية ومين ممكن يتفادى السنة التحضرية. لو حد عنده لسه اسئلة تخص في السنة التحضرية يا ريتي اكتبها تحت انا عارف ان انا ما اتكلمش عن كل حاجة فيها برضو بس علشان الفيديو هيطهل من اين قوي. هنروح للنوطة اللي بعد كده وهو القبول المشروط والقبول الغير مشروط لان برضو النوطة بتلغبط ناس كتير هوا من اسمها جامعة قبول مشروط يعني انا هقبلك انا كجامعة هقبلك بس فيه شرط ايه هو الشرط انك انت تكون مخلص اللغة فانا بديك قبول جامعي بس بقولك والله لما تيجي مش هتبدأ دراسة لأ انت هت لازم تخلص للغة على طول والموضوع هنا بيختلف ليه لان انت لما بتاخد فيزة فيزة دراسة اللغة مش بتسمح لك بالشغل يعني انت اول لما بتيجي بتضطر انك تصرف شوية لان دراسة اللغة في المانيا مكلفة جدا فنصيحة خلص اللغة في بلدك احسن بتبقى ارخص بكتير 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 من انك تجي تدرسها هنا في المانيا ومش بيسمحولك بالشغل لو انت بتدرس لغة لازم تبتدي دراسة بكادريوس عادي خلص وتبتدي بعد كده بيدوك اللايسنس انك تشتغل انما طول ما انت بتدرس لغة انت مش مسموح لك بانك تشتغل فالموضوع بيبقى مكلف جدا لان انت بتبقى مطلوب منك سكن مطلوب منك اكل وشرب مطلوب منك تأمين صحي ففي ده غير طبعا فلوس الكورس ففي مصاريف كتير قوي انت في غنى عنها لو انت هتاخد اللغة بتاعتك في بلدك فتجنبوا يا جماعة القبول المشروط لانه مكلف جدا ومش هتعرف تشتغل لو انت معاك قبول المشروط او بتدرس لغة في المانيا فحاولوا دايما تروحوا للجامعات اللي هي بتدي قبول غير مشروط اللي هو تعال احنا انقبالك واحنا انا بقى انزبطك بعد متغلطوش غلطتنا احنا جين لالمانيا واحنا معناش ايالماني بس انا محظوظ لان انا دراستي اصلا بالانجلش فانا مش محتاج لالمنية في حاجة بس بنلاقي صعوبة بقى في الحياء في اليوم اللي هو بنلاقي صعوبة في الشغل بنلاقي صعوبة في الشارع بنلاقي لنيا بتبقى صعبة شوية هنم لو انت معاك المانية الحقيقة هنا بتفتح لك ضرعته لحد كده انت معاك معلومات محترمة تقدر تقف عليها وتبقى واقف على ارض سبتة وانت بتجهز الاوراق صحيح مش كل المعلومات المطلوبة بس معظمها واهمها ودي تقريبا ان انت هتحتاج ها في سكتك وفي نشوارك وانت بتجهز الوراق ومش تحتاج ان شاء الله اكتر من كده لو عندك اي سؤال او ما او في حتة ما فهمتهاش ايما تكتبها في الكومنتات تحت ايما تبعتلي في الانستجرام اول ما بلاقي وقت ما رد عليكو على طول وطبع ما تنزلش تنزل تبص بص كده على كل اللينكات اللي سايبينها تحت لان في فيديوهاية تانية انا تكلمت عنها هتحتاجها تحتاج ترجع لها بعد لما تخلص الفيديو ده وفي فيديوهاية تانية لمواقع برضو هنسيبها تحت في يعني ده حاجة مهمة جدا انزل اه بص على كل الحاجات اللي موجودة فيه وما تنسوش برضو انا سايب لكم اللينك بتاع الانستجرام اكاونت بتاعي لو انتو عايزين تعرفوا الحياة اليومية بتمشي معايا ازاي في المانيا هتدخلوا على الانستجرام وهتلاكوا كل التفاصيل لي انا شايف ان القناة دي بالنسبة لأي حد عايز يسافر المانيا كنز لان فيها كل المعلومات اللي هو محتاجها علشان يسافر المانيا وطول الوقت هيبقى فيو فيديوهات عبد يد طول الوقت فانت ان شاء الله مش هتحتاج غير القناة دي علشان تسافر المانيا ده غير كمان ان انا منزل كل الفيديوهات سفرياتي في اوروبا خلاص انتبقيت في بلد دلوقات اتعرف تسافر. فكل زفرياتي ده هتلاقوها السفريات اللي فاتت اخر تلات دول تقريبا سولفاكيا والمجر وهنجاريا تقريبا. اخر تلات دول زلوها هتلاقوه فيديوهاتها برضو خشوا حفا واعرفوا الحياة في المانيا بتبقى ماشي عاملة ازاي. وبالتوفيق يا شباب ويا رب يا رب اكون اه غطيت نظم المعلومات اللي انتم محتاجينها. والسلام عليكم وشوفكم فيديو جديد. اشتركوا في القناة